اهلا بكل طلاب تانية سنوي في مادة الاحياء للترم التاني في الفيديو ده ان شاء الله هنلم فصل الاخراج في الكائنات الحية كله في شوان هنعرف ايه المواد الاخراجية وعضاء الاخراج في الانسان والحيوان وبعد كده هنمسك الاخراج في النبات وبعد ما نخلص هسيب لك رابط في فيديوهات الحل من كتاب الامتحان هتلاقي شرح وحل اول 3 دروس واختبار الفصل كامل هتلاقي لينك فيديوهات الحل في وصف الفيديو يلا كده نبدأ ونتوكل على الله بعد ما بيتم هضم الطعام في جسم الكائن الحي ويتم كمان امتصاصه الى داخل اللوعية الدموية اللوعية الدموية بعد كده بتبدأ ان هي تنقله للخلايا علشان تحصل عملية التنفس الخلوي اللي بيحصل في عملية التنفس الخلوي هو ان الخلية بتاخد نواتيك هضم الطعام زي السكريات الوحدية اللي بتكون ناتجة من هضم الكربوهيدرات واللي اشهر السكريات دي بتكون الجلوكوس وطبعا لو الخلية دي ما لقيتش سكريات وحدية بتبدأ ان هي تاخد احماض دهنية ناتجة من هضم الدهون او اخر حاجة فالس ممكن تلجأ ليها ان خلية وهي الاحماض الامانية واللي بتكون ناتجة من هضم البروتينات الدم بيني للمواد دي للخلية واللي الخلية بتاخدها بعد كده علشان تعمل لها اجسادة وتاخد منها الطاقة الاكسادة او التنفس الخلوي غير انه هو بينتج عنه طاقة للخلية الا انه بينتج عنه فضلات او مواد تالفة لازم الجسم يخرجها ويتخلص منها لان المواد دي لو اترقمت في الجسم هتسبب مشاكل واضرار وبالتالي بيتم التخلص من الفضلات دي عن طريق عملية اسمها عملية الاخراض بس الاول محتاجين نفهم المواد اللي بتخرج او بتغادر الجسم المواد اللي بتخرج الجسم بتنقسم الى نوعين من المواد مواد اخراجية بالمقصود العلمي الصحيح ومواد تانية غير اخراجية الا ان المواد اللي غير اخراجية هي بتغادر الجسم فعلا ولكنها مش بتكون مواد غير اخراجية تعال نفهم الموضوع دي ازاي كلمة مواد اخراجية بالمقصود العلمي الصحيح هي المواد اللي بتمر خلال الناكشية الخلوية وبالتالي البراز بيعتبر مادة غير إخراجية لأن البراز هو عبارة عن طعام غير مأضوم أي نعم هو دخل الجسم وخرج منه ولكنه لم يعبر أي غشاء للخلية هو دخل الجسم ومر خلال القناة الهضمية وخرج منه ولم يعبر أي غشاء خلوي وبالتالي البراز هو مادة غير إخراجية لأنه طعام عادي بيدخل الجسم وبيمر خلال القناة العظمية إلى أنه ما تمش هضمه وبالتالي ما حصلوش امتصاص داخل الأمعاء الدقيقة فكمل في طريقه إلى الأمعاء الغريزة وخرج من الجسم على طريق فتحة الشرج وبالتالي البراز لم يعبر أي أغشية خلوية ما شفناش أنه دخل خلية وخرج منها تاني بل بالعكس هو مر داخل قناة وزي ما دخل زي ما حرج منها برضه من ضمن المواد الغير إخراجية هو النيتروجين الموجود في الهواء الجوي نحن عارفين أن الهواء الجوي بيكون فيه 78% غاز النيتروجين و21% أكسوجين وحوالي 1% ثاني أكسيد كربون كل مكونات الهواء الجوي بتدخل إلى الرأتين وبيتم عملية تبادل الغازات ما بين الأكسوجين وساني أكسيد الكربون إلا أن غاز النيتروجين زي ما بيدخل للرأتين زي ما بيخرج منها ومش بيمر أي غشاء بلازمي داخل الخلية وبالتالي بيعتبر مادة غير إخراجية وبالتالي كده المواد الإخراجية هي المواد التي مرت خلال الأنشية البلازمية زي الميا وساني أكسيد الكربون اللي بتكونوا نتيجة تكسير الجزيئات العضوية في عملية التنفس الخلوي وكبان برضو عندنا من المواد الإخراجية الفضلات النيتروجينية زي النشادر واليوريا وحمد اليوريك اللي هو معروف باسم حمد البوليك كل دي صور للفضلات النيتروجينية الناتجة من تكسير وهدم البروتينات إحنا عارفين أصلاً إن البروتينات دي عبارة عن بوليمرات كبيرة بتتكون من منومورات أصغر منها اسمها الأحماض الأميني والحمد الأميني بتكون من زرة كربون بيكون مربوط بيها مجموعة كاربوكسايل وزرة هيدروجين ومجموعة أمين ومجموعة ألقايل لما بتكسر الحمد الأميني بناخد زرة الهيدروجين مع مجموعة الأمين القاعدية فبتكون لنا NH3 اللي هو النشادر والنشادر دي مادة سمة مضرة وعلشان الجسم يقلل من سمية النشادر بيحولها إلى اليوريا اللي هي البولينا والموضوع ده بيحصل داخل الكبد بعد كده الكريتين بتتخلص من اليوريا دول وتخرجها إلى خارج الجسم يبقى كده تعالى راتب أفكارنا واحدة واحدة احنا عرفنا يعني مادة إخراجية طيب إيه هي المواد الإخراجية اللي بتخلص منها الجسم قلنا سانيوكسود الكربون والفضلات النيتروجينية ونزود عليهم كمان إلى ملاح زي الـNCL النوى كلوريد السوديوم وكمان آخر حاجة التوابل والتوابل بيكون في منها نوعين توابل متطيرة ودي بتخرج عن طريق الرائتين وتوابل تانية زائبة في المية ودي بتخرج عن طريق الكليتين طيب إيه هي العضاء الإخراجية اللي بيتم من خلالها التحلص من المواد الإخراجية دي العضاء الإخراجية بتشمل كل من الرائتين والجلد والكليتين والكبد الرائتين بتتخلص من كل من سانيوكسود الكربون والمية اللي بيخرج في صورة بخار ماء وكمان بيخرج فيها التوابل المتطيرة والكبد بيتخلص من المواد السمة والكليتين بتتخلص من المياه والأملاح والفضلات النيتروجينية والتوابل الزيبة في الماء والمواد السمة والجلد بيتخلص من المياه والأملاح والفضلات النيتروجينية بنسبة صغيرة وطبعا بيخرجهم في صورة العرق اللي احنا بنشوفه فيانا كده نبدأ بأول حاجة معنا وهو الجلد الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان لأنه بيكون محيط بالجسم كله وجميع الأطراف من الخارج بيتكون الجلد بشكل أساسي من طباطين بالإضافة لطبعة دهنية تالتة بتكون موجودة أسفل الجلد والطبعة دي اسمع سابكوتينيوس لير يعني الطبعة اللي تحت الجلد والطبعة دي بتوصل ما بين الجلد وباقي الجسم كله بالإضافة إلى أنها بتعمل كعازل للحرارة الطبعتين الرئيسيتين اللي بتكون منهم الجلد هم الطبعة اللي ناحية الخارج اسمع البشرة أو إيبي ديرميس والطبعة اللي تحتها اسمع الأدمة أو ديرميس بشرة الجلد بتتكون من طباطين من نسيق طلاقي الطبعة الخارجية ناحية الخارج اسمع الطبعة السطحية والطبعة اللي تحتها اسمع الطبعة الداخلية الطبعة الخارجية للبشرة بتتميز بأنها غير حية أمال بتنشأ وبتتكون إزاي؟ بتتكون الطبعة الخارجية للبشرة نتيجة انقصام خلايا الطبعة الداخلية اللي بتنتقل بعد كده للسطح وتموت يعني كده خلايا الطبعة السطحية للبشرة هي خلايا ميتة بتتعرض دايما للاحتكاك وبتم تعودها وتجددها دايما باستمرار من خلايا الطبعة الداخلية للبشرة اللي بتنقصم بسرعة وتهاجر للسطح الطبعة السطحية للبشرة بتكون مليانة بمادة صلبة كرنية اسمها الكيراتين دورها انها بتعمل على حماية الجلد من غزو المايكروبات وبالتالي بنستنتج ان الجلد ليه دور دفاعي لان الجلد اصلا هو خط دفاعي الاول للجسم وده بسبب ان الطبعة السطحية للبشرة بتحتوي على مادة الكيراتين اللي بتحمي الجسم من غزو أي مايكروب نيجي بعد كده للطبعة الداخلية للبشرة واللي بتتميز بان خلاياها بتكون حية وسريعة الانقصام علشان تقدر تعود الطبعة السطحية باستمرار يعني لو فيه ضغط ما بين طبعتاي بشرة الجلد اتجاه الضغط ده بيكون من الداخل للخارج لان طبعا الخلايا الطبعة الداخلية بتنقسم وبتهاجر ناحية الخارج وبالتالي بتسبب ضغط ناحية الخارج كمان الطبعة الداخلية للجلد بتحتوي على خلايا سبغية بتفرز سبغة الميلانين اللي بتدي للجلد لونه المميز وده سبب اختلاف لون بشرة الجلد ما بين البشر لان الخلايا السبغية الموجودة في بشرة الجلد بتفرز الميلانين بكميات غير متساوية ما بين الأشخاص على سبيل المثال لو بيتفرس كميات قليلة يبقى الشخص ده اللون بشتطه بيضة ولو بيتفرس كميات متوسطة يبقى الشخص ده أمحي ولو بيتفرس كميات كبيرة هيكون الشخص ده أصمر إنما لو الخلايا الصبغية دي مش بتفرس ميلانين خالص الشخص ده هيبقى أمهك أو ما يسمى ألبامينو ودي الأشخاص اللي بتتميز بأن اللون شعرهم بيكون أبيض وعنهم برضو بتكون فتحة لأن صبغة الميلانين بتكون لون العين والأشخاص دي مش بتقدر أن هي تتحمل ضوء الشمس الخلايا الصبغية دي بتتأثر بدرجة الحرارة فبتلاحظ إن المناطق اللي حرتها أعلى الأشخاص فيها بيكون لونهم أغمى بسبب زيادة إفراز الخلايا الصبغية لحبيبات الميلانين والعكس طبعا بيكون صحيح في المناطق البردة بتقل إفراز حبيبات الميلانين نيجي بعد كده للطبع التانية للجلد وهي الأدمة أو ما تسمى ديرمس الأدمة بتتكون من نسيق ضم وبتحتوي على غدد عرقية وغدد دهنية وبصيلات الشعر وعنلات الشعر وانهيات عصبية حسية بالإضافة إلى وعية دموية أول حاجة وهي الغدد العرقية الغدد العرقية هي الوحدة الوظيفية المسؤولة على عملية الإخراج في الجلد لأن دور الغدد العرقية هو يستخلاص العرق من الدم وبعد كده بيتبخر على سطح الجلد علشان يقلل من درجة حرارة الجسم العرق ده بيكون عبارة عن ماء وأملاح ونسبة صغيرة من الفضلات النيتروجينية والغدد العرقية بتكون عبارة عن أنبوبة ملفوفة على نفسها وده علشان تزود من مساحة سطح امتصاص العرق وبتفتح عند سطح الجلد في فتحات اسمها مسام العرق وبيوصل ما بين الغدد العرقية ومسام العرق قناة اسمها القناة العرقية يعني كده الغدد العرقية بتكون ممتدة إلى طابعة البشرة طبعا الغدد العرقية بتتأثر بدرجة الحرارة فبيزيد نشاط الغدد العرقية مع ارتفاع درجة الحرارة علشان يقلل من درجة حرارة الجسم وبالتالي بيزيد معدل العرق بسبب زيادة نشاط الغدد العرقية وبرضه كمان بسبب اتساع الشعيرات الدموية المحيطة بالغدد العرقية وكمان بيزيد معدل العرق أثناء ممسطة العنشطة الرياضية بسبب طبعا سرعة وصول الدم من الغدد العرقية وكمان بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم وبيقل معدل العرق مع انخفاض درجة الحرارة بسبب قلة الدم اللي بيوصل للغدد العرقية لان الشعيرات الدموية بيحصلها انكماش مع انخفاض درجة الحرارة بس ده مش معناه ان معدل العرق بيتوقف مع برودة الجو لا خالص هو بيستمر ولكن بيكون بنسبة قليلة برضو من ضمن التركيب اللي بتتواجد في قدمة الجلد هو الشعر لو مساكنا كده شعر وبصينا عليها نلاحظ انها بتتكون من بصيلة وبتكون امتدى لخارج الجسم يعني برضو بتمتد الى بشرة الجلد وبيكون متصل بيها عضلة ضامرة والعضلة دي بتكون صغيرة ولا ايراضية بتحرك الشعر فبنلاحظ مثلا في حالات الخوف او البرودة الشديدة بيحصل انكباض للعضلة المتصلة بالشعر فبنلاحظ في الحالة دي كده ان شعر الجسم بيكون واقف ومع زوال سبب انكباض العضلات بتنبسط وبيرجع الشعر لطبيعته وبرضو بيكون في حوالين الشعر قبل خروجه من الجلد غدة دهنية دورها انها بتفرز مادة دهنية علشان تسهل من خروج الشعر وتكسبها اليونة وتمنع تأصفها واخر حاجة بصيلة الشعر بتكون محاطة بشعيرات دموية كتيرة كمان قدمة الجلد بتحتوي على نهايات عصبية حسية بتستجيب للضغط واللمس والقلم ودرجة الحرارة فبتبعت اشارات حسية للحبل الشوكي الي بينقلها بعد كده للمغ وبالتالي كده احنا بنستنتج ان الجلد هو عضو اخراج وعضو مناعي وعضو احساس الجلد عضو اخراج لانه بيحتوي على غدة عرقية بتستخلص العرق من الدم وتخرجه الى خارج الجسم وعضو مناعي لانه خط الدفاع الاول علشان بيحتوي على طبيعة الكراتين اللي بتحمي الجسم من غزو المايكروبات وعضو احساس لانه بيحتوي على نهايات عصبية حسية بتستجيب للضغط والقلم ودرجة الحرارة وبتنقلها للمخ وبعد كده المخ بيبدأ انه يدي اشارات حرقية استجاباتها للنشارات الحسية اللي اتنقلت له من النهايات العصبية الموجودة في الجلد الجاز البولي في الانسان بيتكون من الكريتين والحالبين والمسانة البولية وقناة مجرى البول الكريتين بيمتدوا على طول جانبي العمود الفقري خلف الغشاء البريتوني والغشاء البريتوني بيكون عبارة عن غشاء بيبطن تجويف البطن ولكن الكريتين مش بيكونوا موجودين جوه الغشاء البريتوني وبيكونوا موجودين خلفه وبيتوصل بكل كلية قناة اسمها الحالب دور الحالب هو انه بينقل البول من الكريتين وبيجمعوا في المسانة البولية بعد كده بيخرج البول عن طريق قناة مجرى البول لخارج الجسم تعال كده نعرف كل تفاصيل الكريتين بيكونوا موجودين في الجزء العلوي من تجويف البطن على جانبي العمود الفقري خلف الغشاء البريتوني طول الكريتين بيكون حوالي 12 سنتيمتر وعرضها بيكون حوالي 7 سنتيمتر وسمكها بيكون حوالي 3 سنتيمتر والكلية بتكون على شكل حبة اللوبيا لان الجزء الخارج للكليا بيكون محدب والجزء الداخلي بيكون مقعر في الجزء الداخلي المقعر بيلاقي 3 قنوات او اوعية اول وعاء وهو الشريان الكلوي اللي بيكون باللون الاحمر الشريان الكلوي بيتفرع من الشريان الابهر البطني اللي هو الاورطة والشريان الكلوي دوره هو انه بينهل الدم المعكسج للكليا يعني اللي بيكون فيه اكسوجين وكمان بينهل الفضلات للكليا علشان يتم فلطرتها داخل الكلية يعني كده الدم اللي بيدخل الكليا عن طريق الشريان الكلوي هو دم مؤكسج وغير ناقي لانه لسه فيه فضلات الوعاء الثاني واللي بيكون باللون الازرى هو الوريد الكلوي اللي بياخد الدم غير المعكسج من الكلية علشان ينقله بعد كده للوريد الاجوى في السفلي اللي بيصب الدم بعد كده في الوزين الايمن للقلب يعني كده الدم اللي بيخرج من الكليتين في الوريد الكلوي هو دم غير مؤكسج وغنقي لان الكلية فلطرت الفضلات اللي فيه وخرجته في صورة بول في الوعاء الثالث وهو الحالق بيتم تقسيم الكليا الى ثلاث مناطق المنطقة الخارجية الديعة من الكليا اسمها الكشرة والمنطقة الثانية من الداخل بتكون عريضة وبتحتوي على اجزاء عاملة كده زي الاهرامات اسمها اهرامات الكليا بالانجليزي رينال بيرامتز المنطقة دي اسمها النخاع المنطقة الثالثة والاخيرة وهي حوض الكليا وحوض الكليا هو عبارة عن تجويف مقعر بيصب في الحالب مباشرة الوظيفة الاساسية للكليا هي استخلاص البول من الدم والكلية علشان تقدر تكون بوظيفتها بتحتوي على وحدات وظيفية صغيرة اسمها النفرونات جامع كلمة نفرون اللي هو الوحدة الوظفية للكليا وكل كلية بيكون فيها حوالي مليون نفرون يعني جسم الانسان بيحتوي على كليتين يعني بيحتوي على اتنين مليون نفرون علشان نفر موظيفة الكليا تعالوا نعرف تركيب النفرون النفرون بيتكون من جزئين رئاسيين الجزء الاول هو جزء منتفخ في البداية عامل شبه الفنجان كده اسمه محفظة بومن والجزء الثاني عبارة عن انبوبة ملتفة حوالين نفسها اسمها انبوبة النفرون محفظة بومن اللي اكتشفها العالم بومن فتسمت باسمه وهي عبارة عن جزء منتفخ شبه الفنجان لها اقدار مزدوج وبتكون موجودة في منطقة الكشرة من الكليا محفظة بومن بيتصل بيها قناة ملتوية او متعرجة على نفسها وعلشان القناة دي قريبة من محفظة بومن يبقى اسمها القناة الملتفة القريبة وبتكون موجودة برضو في منطقة الكشرة بعد كده انبوبة النفرون بتنحني في منطقة النخاع وبتكون على شكل حرف U واللي اكتشف التانية دي هو العالم هنل فيبقى اسمها سانية هنل بعد كده بترجع انبوبة النفرون لمنطقة الكشرة تاني وبتكون في شكل متعرج علشان تكون الانبوبة الملتفة البعيدة او القناة الملتفة البعيدة اللي بتصب في النهاية في قناة كبيرة اسمها القناة او الانبوبة الجامعة وكل قناة ملتفة بعيدة بتنتهي في قناة جامعة واحدة ولكن القناة الجامعة الواحدة بتاخد من أكتر من قناة ملتفة بعيدة بعد كده بتنتهي القناة الجامعة بحوض الكليا اللي بيكون متصل مباشرة بالحالب يعني كده كل كلية بتحتوي على حوالي مليون نيفرون والنيفرون الواحد عبارة محفاظة عاملة شابه الفنجان كده اسمها محفاظة بومان بتكون موجودة في منطقة الكشرة من الكليا وبيتصل بمحفاظة بومان قناة ملتفة قريبة بتكون موجودة في الكشرة برضو بعد كده بنلاقي فيه ثانية على شكل حرف اليو اسمها ثانية هنل بتدخل منطقة النخاع وترجع تاني للكشرة وتكون القناة الملتفة البعيدة في منطقة الكشرة بعد كده بتتجمع القناة الملتفة البعيدة للنفرونات في أنابيب اسمها إلى أنابيب الجامعة اللي بتصب فيه حوض الكليا اللي بيحصل هو إن الشريان الكالوي بعد ما يتفرع في الشريان إلى ورطة بيدخل للكليا ويبدأ إنه يتفرع لتفرعات أصغر وأصغر لحد ما في النهاية خالص بيكون شبكة من الشعرات الدموية بتكون موجودة داخل محفاظة بومان والشبكة الشعرات الدموية دي اسمها الجمع استخلاص أو تكوين البول بيتم من خلال عمليتين أول عملية اسمها عملية الترشيح والعملية التانية اسمها عملية إعادة الامتصاص الاختياري عملية الترشيح بتحصل داخل محفاظة بومان اللي بيحصل في عملية الترشيح أن الدم بعد ما بينتقل من الشريان إلى ورطة إلى الشريان الكالوي إلى التفرعات الأصغر لحد ما يوصل للشعرات الدموية الكتيرة اللي بتكون موجودة في محفاظة بومان واللي اسمها الجمع بيتم ترشيح الجزء السائل من الدم اللي هو البلازمة وكل اللي فيها من مية وفضلات ومواد معدنية وجلوكوز وأحماط أمينية بيتم ترشيحها من الجمع إلى داخل محفاظة بومان بص مكونات الدم كلها هي البلازمة واللي بتكون حوالي 54 أو 55% من إجمال كمية الدم وقراط دم الحمراء والبيضاء والصفايح الدموية واللي كلهم مع بعض بيكونوا حوالي 45% من الدم كله البلازمة بيكون فيها مية بنسبة 90% وباقي 10% من البلازمة بيكون عبارة عن بروتنات وأملاح مواد أخرى زي اليوريا والفيتامينات والجلوكوز والأحماط الأمينية والنواتج الأخرى لعمليات الايد كل المواد الصغيرة بيتم ترشحها إلى داخل محفاظة بومان وبتمر من خلال السقوب الموجودة في الشعيرات الدموية لكن الجزيئات الكبيرة في الحجم زي مثلاً كرات الدم الحمراء وخلال الدم البيضاء والصفايح الدموية والبروتينات الجزيئات دي بتكون كبيرة في الحجم وبالتالي مش بتقدر أن هي تعدى من سقوب الشعيرات الدموية يعني كده كل اللي عادة هو البلازمة وكل اللي فيها معادة البروتينات نيجي بعد كده للعملية التانية وهي عملية إعادة الامتصاص الاختياري وده بتحصل على طول أنبوبة النفرون سواء كانت القناة الملتفة القريبة وسنية هنل أو القناة الملتفة البعيدة اللي بيحصل في عملية إعادة الامتصاص الاختياري هو أنه بيتم امتصاص المواد اللي الجسم بيحتاجها وبيتخلص من الفائض لأنه احنا كده كده صبينا كل الماء والجلوكوز والمواد المعدنية وكل محتوى البلازمة داخل أنبوبة النفرون أثناء عملية الترشيح فبيبدأ بقى إعادة امتصاص المواد المهمة فيتم امتصاص الماء اللي بيحتاجها الجسم وبيتخلص من الفائض وبيتم امتصاص معظم الاملاح اللي بيحتاجها الجسم وبيتم امتصاص كل الجلوكوز علشان الجسم بيحتاجه ولو زادت نسبة الجلوكوز في الدم وزادت عن حاجة الجسم يعني بتتخطى نسبة 180 ميلي جرام لكل 100 سنتيمتر مكعب من الدم مش بيتم امتصاص الكمية الزايدة عن حاجة الجسم وبينزل الفائض من الجلوكوز في البول وبيسبب مرض البول السكري بعد ما بيتم إعادة امتصاص المواد اللي بيحتاجها الجسم بتفضل الفضلات النيتروجينية اللي بتكون في صورة يوريا واللي معروفة باسم البولينا وبالتالي كده مكونات البول بتشمل كل منه الماء الفائض عن حاجة الجسم والفضلات النيتروجينية اللي هي اليوريا وبعض الاملاح غير العضوية ومواد تانية فائضة عن حاجة الجسم بنسب صغيرة زي مثلا الفيتامينات والجلوكوز والأحماض الأمينية وأول منطقة بيطلق على السائل اللي ماشي فيها مصطلح البول هي القناة الجامعة عملية إعادة الامتصاص الاختياري هي عملية مهمة جدا 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 لأنها لو ما حصلتش كل اللي بيتم ترشيحه في محفظة بومان هيخرج مع البول وبالتالي في الحالة دي الجسم هينقص منه مواد كتيرة جدا وضرورية ومهمة للجسم كمان الجسم في الحالة دي هيكون محتاج يشرب حوالي 170 لتر من المية يوميا علشان يعوض اللي تم فقده ولكن من رحمة ربنا لنا طبعا هو حدوث عملية إعادة الامتصاص الاختياري بعد عملية الترشيح تعالوا بعد كده ناخد شوية معلومات وأرقام صغيرة كمية الدم الموجودة في جسم الإنسان بتكون حوالي من 5 ل 6 لتر ودي الكمية اللي بيدخها القلب في الدقيقة الوحدة ربع كمية الدم اللي بدخها القلب بتروح للكليتين يعني حوالي من 1 و 2 من 10 إلى 1 و 3 من 10 لتر من الدم بيمر خلال الكليتين في الدقيقة الوحدة يعني حوالي 1600 لتر من الدم يوميا بيدخل الكليتين ودي نسبة كبيرة جدا وإحنا قلنا إن البلازمة بتشكل حوالي 55% من إجمال حجم الدم يعني حوالي 3 لتر من البلازمة بتدخل للكليا في الدقيقة الوحدة الفشل الكلوي معناه كده إن الكليتين ما بيوش يوم بوظفتهم نتيجة إصابتهم بأي مرض من الأمراض أيا كان فبتبدأ تتراقم كل الفضلات النيتروجينية والمواد السمع والأملاح في دم الإنسان وبتسبب التسامم وبالتالي بتؤدي إلى الوفاة مع العلم إن الفشل الكلوي ده معناه توقف الكليتين الاثنين إنما لو توقفت كلية واحدة سواء كان بسبب مرض أو بسبب شخص اتبرع بيها فالإنسان ممكن يعيش بكلية واحدة عادي وفي الحالة دي الكليا الموجودة بتجبر شوية في حجمها علشان تقدر تقوم بدور الكليتين مع بعض إنما لو توقفت الكليتين مش بيقدر يعيش الشخص ده لمدة طويلة وفي الحالة دي بنلجأ للجهاز الكلة الصناعي دور جهاز الكلة الصناعي هو إنه بيعمل على تنقية الدم من الفضلات اللي بيحصل في جهاز الكلة الصناعي اللي هي عملية الغسل الكلوي هو إنه بيتم ضخ الدم من شريان المريض للجهاز علشان يعدي في عنبوبة فيها غشاء شبه منفس غشاء شبه منفس يعني ولا هو منفس خالص ولا هو غير منفس وبالتالي بيسمح بمرور الجزيئات الصغيرة زي الماء والجلوكوز واليوريا وما بيسمحش بمرور مكونات الدم الكبيرة زي قرات الدم الحمرة وخلايا الدم البيضة والصفاح الدموي بعد ببدخل الدم للجهاز بيكون فيه على الناحية التانية سائل اسمه سائل التنقية سائل التنقية بيكون فيه جميع محتوىات البلازمة مع عدد اليوريا والنواتج الإخراجية الأخرى للأيد وكل مكونات سائل التنقية بتكون موجودة بالتركيز الطبيعي في أي شخص طبيعي علشان بعد كده بيحصل تبادل ما بين المواد بخاصية الانتشار على جانبي الغشاء شبه المنفذ يعني المواد هتنتقل من المكان اللي تركيزها عالي فيه إلى المواد اللي تركيزها منخافط فيه فلو في نسبة عالية من المياه في دم المريض بتمر من الدم إلى سائل التنقية وكذلك المواد التانية نيجي لليوريا اللي تركيزها بيكون عالي في دم المريض وتركيزها بيكون قليل في سائل التنقية فبتنتشر من الأعلى إلى الأقل وبكده يبقى تم تنقية الدم وبيرجع تاني دم نقي إلى المريض عملية الغسير الكالوي بتحصل من مرتين أو ثلاث مرات أسبوعية كل مرة بتاخد وقت حوالي من ثلاث إلى أربع ساعات مريض الغسير الكالوي بيعمل حاجة اسمها وصلة شريانية وريدية ودي بتكون عبارة عن وصلة بيركب هاروء الجراح في عملية جراحية بحيث أنه بيوصل شريان بوريد علشان ياخد منه الدم لجهاز الكولاء الصناعي والوصلة دي بتتركب لعدة أسباب أول سبب إحنا محتاجين الدم يتضفق لجهاز الغسير الكالوي بسرعة وبضغط كبير وبكده إحنا محتاجين الدم من الشريان لكن الشريان بيكون عميق وقطره بيكون ديئ فمعنى أنه بيتم واغز المريض مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا في الشريانه ده موضوع صعب وخطير عليه علشان كده بيتم توصيل الشريان بوريد سطحي قطره واسع وبيزيد كمان من سمك جداره علشان يقدر يتحمل الواغز لفترات طويلة عن طريق وصلة شريانية وريدية طويلة الأمد الإخراج بالنسبة للنبات مفيش منه أي مشكلة خالص على عكس الحيوان والإنسان وده السبع أسباب تعال نقول عن أينهم وبعد كده نشرحهم واحدة واحدة أول حاجة علشان النبات الهدم فيه بيكون أبطأ تاني حاجة هي إعادة التدوير النبات بيقوم بعملية إعادة التدوير الفضلات اللي بينتكها تالت حاجة وهي انتشار الغازات رابع حاجة وهي تخزين البلورات خامس حاجة وهي تشغيل الدماغ سادس حاجة وهو إن الجدر أكيد لي دوره سبع حاجة وهي إن النبات بيخرج المية الزايدة عن الحاجة عن طريق النطح والإدماع تعال بعد كده نشرح العنوين دي اللي بتوظف لنا إن الهدم في النبات لا يمثل أي مشكلة أول حاجة وهي كلمة أبطأ عندنا الآيدة اللي هو تمثيل الغزاب ينتصم إلى هدم وبناء والفضلات طبعا بيتم انتكها عن طريق عملية الهدم زي مثلا التنفس الخلوي اللي بيتم فيه تكسير وآدم الجلوكوز لإنتاج الطاقة يعني الغرض الأساسي من عملية الهدم هو إنتاج الطاقة وأكثر الخلايا في جسم الكائن الحي بتحتاج لطاقة وبالتالي بتحتاج تعمل عملية هدم كتير هي العضلات النبات لا عندهوش عضلات علشان كده معدل سرعة الهدم في النبات بيكون أقل بكتير من سرعته في الحيوان وطبعا لو تساوى في الوزن وبالتالي كمية الفضلات النتجة من عملية الهدم بتكون أقل في النبات عن الحيوان تاني حاجة وهي إعادة التدوير النبات بعد ما بيتم عملية الهدم في الميتوكندريا واللي بيانتق عنها للفضلات اللي هي سانيكسود الكربون والمية H2O بيعيد استخدامها تاني ويدخلها إلى البلستيدة الخطرة علشان يعمل عملية البناء الضوي اللي بيكون من خلالها الأكسوجين والجلوكوز فبيدخلهم في عملية التنفس الخلوي إلى الميتوكندريا وبيخرج فضلات اللي هي سانيكسود الكربون وخار الماء اللي هي H2O بيدخلها بعد كده في البلستيدة وهكذا والموضوع ده اسمه إعادة التدوير كمان برضو من نمثلة إعادة التدوير عندنا الفضلات النيتروجينية النتجة من عملية تكسير البروتينات النبات بيستخدمها تاني في بناء بروتين كمان مرة تالت حاجة وهي انتشار الغازات سانيكسود الكربون الناتج من التنفس الوكسوجيني اللي بيكون ناتج من عملية البناء الضوي هي عبارة عن دازات النبات لما بيبقى مش محتاجة بيتخلص منها عن طريق الانتشار من صغور الأوراق لخارج النبات لان طبعا كميتهم بيزيدوا في داخل النبات وبيكون كميتهم في الخارج مقررة بالداخل قليلة وبالتالي بيحصل انتشار الغازات دي الى خارج النبات رابع حاجة وهي تخزين البنورات في النباتات الارضية بيكون في شوية فضلات ناتجة عن عملية الايد الفضلات دي بتشبع كل من الأملاح والأحماض العضوية والفضلات دي مش بتشكل اي ضرر على الخلية النباتية لان النبات بيخزينها ايما في السيتوبلازم او في الفجوات الوصرية على شكل باللورات عديمة الزوبان نيجي بعد كده لخامس حاجة وهي تشغيل الدماغ النبات بيشغل دماغه ازاي؟ بيكون في نباتات بتنمو في طربة غنية بالكالسام فالنبات بيمتص نسبة كالسام كتير والنبات فعلا بيحتاج لكالسام لانه طبعا من المغزيات الكبرى ولكن لو النبات ده نمى في طربة غنية بالكالسام هيكون عنده كمية كالسام كتير مش هيحتكها في اي حاجة كده كده النبات بيحتوي على كده كده النبات بيحتوي على مجموعة اوراق هتيجي في فصل الخريف وتتساقط النبات بيتخلص من الكالسام الزايد عن طريق انه بيجمعه في الاوراق اللي كده كده هتتساقط وبالتالي هو كده شغل دماغه وتخلص من الكالسام بسهولة جدا بس ده مش شرط ان الوراق اللي بيتساقط بيحتوي على نسبة كالسام كتير هو كده كده هيتساقط لو النبات عنده كالسام كتير هيرصبه ويجمعه في الوراق اللي هيتساقط ولو ما عندهوش كالسام كتير كده كده برضو الوراق هيتساقط من غير الكالسام سادس حاجة وهي طبعا طالما الجدر هو احد من كونات النبات فبالتالي اكيد ليه دور في عملية الاخراق في النبات لان في كتير من النباتات بتخرج جهاز سنوكسود الكربون وبعض الاملاح المعدنية عن طريق الجزور واخر حاجة وهي ان النبات بيتخلص من الماء الزايد ياما عن طريق النتح او عن طريق الادماع لو هنعمل مقارنة سريعة كده ما بين الادماع والنتح اللي اتنين معناهم خروج مية ولكن الادماع المية اللي هي بتكون عبارة عن الندى اللي بنشوفه الصبح يعني احنا بنقدر نتابع الادماع بعينينا على عكس النتح اللي بيكون عبارة عن بخار ماء وبالتالي احنا مش بنقدر نشوفه بالعين المجردة قطرات الماء اللي بتخرج في الادماع بتخرج في الصباح الباكر في نهاية فصل الربيع من اطراف الاوراء على الطريق انه بيكون فيه جهاز دمعي متخصص الجهاز الدمع ده بيتكون من خلية واحدة او اكتر من خلية بيجمع القطرات الدمعية وبيفتح في فتحة مفتوحة باستمرار اسمها الصغور المائي يعني النبات مش بيتحكم في عملية الادماع لان الصغور المائية بتكون مفتوحة باستمرار انما النتح المائية بتخرج في صولة بخار ماء في جميع فصول السنة وبيزيد معدل النتح في الايام المشمسة الدافعة والنتح بيكون فيه منه ثلاثة انواع على حسب المكان اللي بيخرج منه بخار الماء فلو بيخرج عن طريق الصغور الصغور بس ليش الصغور المائية لان الصغور المائية دي يعني كده الادماع وفي الحالة دي بنقول عن النتح ده اسمه النتح الثغري وهنعرف بعد كده النتح الثغري بالتفصيل والنتح ورضه ممكن يكون عن طريق طبقة الكيوتيكل اللي هي الطبقة الشمعية اللي اسمها الكيوتين اللي بتكون موجودة على سطح البشر سواء كانت العلية او السفلة او عن طريق حاجة اسمها العديسات والعديسات دي بتكون موجودة في سقان النباتات الخشبية فقط يعني مش بتكون موجودة في سقان النباتات العشبية الصغور في النتح بتفتح وتغفل يعني كده النبات بيتحكم فيها على عكس الصغور المائية في الإدماء كمان القطارات الدمعية اللي بتخرج في الإدماء مش بتكون عبارة عن مية بس ولكن بتكون فيها بعض المواد المختلفة على عكس بخار الماء اللي بيخرج في النتح واللي بيكون عبارة عن مية فقط وما فيهوش أي مواد فخرة وآخر حاجة القطارات الدمعية بيكون كميتها وليلة على عكس كمية الماء المفقود عن طريق النتح اللي بيكون كميته كبيرة كده احنا خلصنا كل الكلام اللي في الإدماء فاضل نتكلم بتفاصيل شوية عن النتح قلنا ان النتحة في منه 3 ألواع نتح سغري ونتح كيوتيني ونتح عديسي النتح السغري بيتم فقد الماء عن طريق الصغور والمية اللي بيتم فقدها عن طريق النتح السغري بتكون حوالي أكتر من 90% من إجمالي الماء الكوي اللي بيفقده النبات وأغلب النتح بيتم عن طريق الأوراق لأن الصغور بتكون أكثر وجودا في الأوراق عن أي عضو تاني في كل المجموع الخدري للنبات تعالى كده نرجع مع بعض تركيب الورقة الورقة بتتكون من 3 أنسجة أول نسيج هو نسيج البشرتين البشرة العلية والبشرة السفلية كل بشرة منهم عبارة عن صف واحد من خلايا برميلية الشكل والخلايا دي طبعا برانشمية عديمة اللون وبيكون عليها من الخارج مادة شمعية اسمها الكيوتين أو الكيوتيكل طبعا الكيوتين دي بتغطي البشرتين العلية والسفلة معادة فتحات اسمها الصغور بيمر من خلال الصغور دي الغازات زي سانوكسود الكربون والأكسوجين ووخار الماء والصغور دي بتفتح وتغفل لأنه بتحكم فيها خلايا اسمها الخلايا الحارسة النسيج الثاني من الورقة هو النسيج الوعاي اللي بيشمل كل منه الخشب واللحايا واحنا طبعا عارفين وظيفة الخشب وعارفين اللحايا وخدناه قبل كده النسيج الثالث وهو النسيج الميزوفيلي أو النسيج المتوسط اللي بيشمل كل منه الخلايا العمادية اللي بتكون موجودة فوق والخلايا التانية اسمها الخلايا الاسفنجية اللي بتكون موجودة تحت الخلايا العمادية وظيفة الخلايا العمادية هي أنها بتقوم بعملية البناء الضوي لأنها بتحتوي على عدد كبير من البلستيديات الخضرة وبرضو الخلايا الاسفنجية بتقوم بعملية البناء الضوي ولكن بنسبة قليلة لأنها بتحتوي على عدد قليل من البلستيديات الخضرة ولكن الوظيفة الأساسية للخلايا الاسفنجية هي تبادل الغزاد لأنه بيكون الوجود ما بينها مسافات بينية وعلشان كده احنا بنلاحظ أن عدد الصغور في الأوراق بيكون في البشرة السفلية أكتر من البشرة العلية لأن البشرة السفلية عندها النسيجي السفنجي اللي بيحتوي على الغرف الهوائية والمسافات البيينية اللي بيحصل فيها النتح السغري النوع الثاني من النتح هو النتح الكيوتيني وضع بارة عن خروج بخار الماء من خلال طبقة الكيوتيني الشمعية اللي بيضغط سطح البشرة العلية والبشرة السفلية يعني طبقة الكيوتيني الشمعية دي مش بيمنع مرور الماء لأنه أصلا بيمر من خلالها بخار ماء وفي الحالة دي بنقول على النتح ده اسمه النتح الكيوتيني والنتح الكيوتيني كمية الماء المفقودة فيه بتكون حوالي 5% والنوع الثالث من النتح واللي مش بيكون موجود في جميع النباتات اسمه النتح العديسي عندنا سيقان النباتات أو النباتات عمتاً بيتم تقسمها إلى نباتات عشبية ونباتات خشبية النباتات العشبية اللي سيقانها بتكون خضرة زي مثلاً الملوخية والبقدونس وغيرها والنباتات الخشبية زي الأشجار المعملة زي مثلاً الفيقس واللمون وغيره الجدار بتاعها من الخارج بيحتوي على خلايا في الليلية والخلايا الليلية دي بيكون فيها فتحات اسمها العديسات والمية لما بتخرج في صورة بخار ماء من خلال الفتحات اللي هي العديسات دي بنقول على النتح ده إصغل والنتح العديسي يعني النتح العديسي ده بيحصل في النباتات الخشبية المعمرة فقط نيجي بعد كده لفوايد عملية النتح النتح بيكل وظيفتين أول حاجة هو أنه بيخفف من حدة ارتفاع درجة الحرارة وثاني حاجة هو أنه بيساعد على رفع الماء والأملاح من الطربة النتح بيخفف من درجة حرارة النبات لأن النبات بيمتص كمية كبيرة من الطاقة والطاقة دي بتكون في صورة حرارة أو بتتحول إلى حرارة داخل أنسجة النبات وإحنا عارفين إن النبات بيمتص الطاقة الحرارية دي علشان يقدر إنه يعمل عملية البناء الضوي والزيادة في الحرارة عن حاجة النبات بتسبب ارتفاع درجة الحرارة في الأوراة وخصوصا طبعا في الأيام المشمسة الدافئة وده بيضر البروتوبلاست وبيموته وبالتالي دور النتح هو إنه بيقلل من درجة الحرارة النسبية خلينا بس إنه نعرف إن الخلية النباتية بتتكون من جدار خلوي وبروتوبلاست اللي بيحصل له ضرر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة هو البروتوبلاست وليس الجدار الخلوي لأن الجدار الخلوي مش بيتحلل علشان كده لما يجي واسألك يقول لك مثلا هل يحدث ضرر أو تحلل للجدار الخلوي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة؟ هتقول لي لا اللي بيحصل له ضرر هو البروتوبلاست طيب إيه هو البروتوبلاست؟ البروتوبلاست بيشمل كل من الغشاء البلازمي والبروتوبلاسم والغشاء البلازم إحنا عارفينه والبروتوبلاسم بيتكون من النواة والسيتوبلاسم والسيتوبلاسم بيشمل كل من السيتوزول اللي هو عبارة عن مية عيمة كده فيها العضيات والعضيات دي كده زي مثلا ميتوكوندريا والشبكة الاندوبلازمية وغيرها إيبه إحنا كده كل العضيات اللي موجودة في الخلية مع عادة النواة عيمة في مية اسمها السيتوزول العضيات والسيتوزول بيكونوا السيتوبلازم والسيتوبلازم والنواة مع بعض بيكونوا البروتوبلازم والبروتوبلازم والغشاء البلازمي بيكونوا البروتوبلست والخليل النباتية بتتكون من البروتوبلازم والقدار الخنوي الوظيفة النتيجة للنتحة هو انه بيساعد على رفع الماء والاملاح من الطربة وإحنا طبعا عارفين أن فيه قوة اسمها قوة الشد النشاعة عن النتح اللي بيحصل هو أن الماء بينتقل من الطربة إلى الشعيرات الجزرية للنبات بخاصية اسمها الخاصية الأسموزية الخاصية الأسموزية يعني انتقال الماء من الوسط اللي تركيز الماء فيه عالي إلى الوسط اللي تركيز الماء فيه قليل وتركيز المواد الزائبة في عصارة النبات بتكون عالية وبالتالي تركيز الماء بيكون أقل وتركيز المواد الزيابع في الطربة بتكون عليلة يعني تركيز الماء عالي وبالتالي بينتقل الماء بالضغط الاسموزي من الطربة إلى الشعيرات الجزرية وبعد كده بينتقل الماء من الشعيرات الجزرية إلى أنسجة الجدر الداخلية وبيفضل ينتقل لحد ما يوصل لوعيته كصيبات الخشب لحد هنا الضغط الاسموزي بيوقف ومش بيقدر يحرك المية الأعلى علشان بيكون ضد الجزبية الأرضية وده اللي تم تفسيره حسب زغيرة الضغط الجزري من هنا بتيجي نظرية التماسك والتلاصف وكوة الشد النشاعة على النتع وتفسر سعود الماء في أوعية الأشجار لمسافات ممكن توصل إلى 125 متر المية لما بتخرج من جدران خلايا النسيج الميزوفيلي اللي هو النسيج المتوسط بتنتقل للمسافات البينية بين الخلايا ومنها بتنتقل للغرف الهوائية وبعد كده بتخرج عن طريق الصغور فلما تخرج المية من خلايا النسيج الميزوفيلي بتزود تركيز عصارتها تدريجية فبيزيد ضغط الاسموزيلي فتبدأ أن هي تسحب المية من الخلايا اللي جنبها واللي جنبها تاخد من اللي جنبها لحد ما توصل إلى أوعية الخشب فبيكون فيها عمود نتصل من المية داخل أوعية الخشب بسبب قوة التماسك بين جزيات الماء وبعضها فتبدأ الخلايا أن هي تسحب المية من أوعية الخشب وبالتالي قوة النتح تسبب ارتفاع الماء والأملاح من التربة نيجي بعد كده للعوامل اللي بتأثر على معدل النتح في النبات أول حاجة وهو مساحة سطح الأوراق وعداتها إحنا طبعا كده عرفنا أن معظم النتح بيتم عن طريق الصغور والصغور دي بتكون أكثر وجودا في الأوراق عن أي عضو تاني من المجموع الخضري الكل للنبات وبالتالي كل ما يزيد مساحة سطح الأوراق أو يزيد عدتها فبيزيد معدل النتح تاني حاجة وهو عدد الصغور برضو كل ما بيزيد عدد الصغور بيزيد معدل النتح تالت حاجة بتأثر على النتح هو درجة حرارة الوسط المحيط كل ما بتزيد درجة حرارة الجو بيزيد معدل النتح علشان يخفف من حدة ارتفاع درجة الحرارة زي ما فهمنا في فوائد النتح رابع حاجة هي نسبة رطوبة الجو نسبة رطوبة الجو يعني نسبة بخار الماء الموجود في الجو وبالتالي كل ما تزيد رطوبة الجو يعني بتزيد نسبة بخار الماء في الجو وبالتالي بيأثر على النتح بالسلب يعني علاقة عكسية بيقين لمعدل النتح والعكس صحيح كل ما تقين رطوبة الجو بتقين لنسبة بخار الماء في الجو فبيزيد معدل النتح ثميس حاجة وهو معدل امتصاص الماء النبات لما بيمتص مية كتير بيزود من معدل النتح علشان يتخلص من المية في صورة بخار ماء والحقيقة احنا محتاجين نفرق ما بين رطوبة الجو ورطوبة التربة لان رطوبة التربة يعني مية كتيرة في التربة وزيادة رطوبة التربة بيزود من معدل امتصاص النبات للماء فبيزود من معدل النته يعني كده رطوبة التربة لها تأثير عكس رطوبة الجو على معدل النته زيادة رطوبة التربة بيزود من معدل النته يعني كده علاقة ترضية ولكن زيادة رطوبة الجو بيقلل المعدل النتح يعني علاقة عكسية وآخر حاجة بتأثر على النتح هو زيادة شدة الضوء أثناء النهار لأن زيادة شدة الضوء يعني زيادة معدل بناء الضوي وبالتالي زيادة الماء الناتج عن عملية البناء الضوي وبرضو زيادة الحرارة فبيحتاج النبات أنه يخفف من حدة ارتفاع درجة الحرارة فبيتخلص النبات من الحرارة وبتخلص من الماء الزياد عن حكته في صورة بخار ماء اللي هو النتح يعني زيادة شدة الضوء بيزود من معدل النتح وبكده نبقى خلصنا درس الإخراق في النبات لو عكبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه مش مشترك وبرضو ما تنساش تعمل مشاركة مع أصحابك علشان الكل يستفيد اشتركوا في القناة